ما سألتش نفسك ازاي الناس بتقدر بتطلع شغل وقعي زي ده الحوار كله بيبقى عبارة عن الاضاءة والتكتشر عموما احنا النهاردة هنشرح الماتيريالز هنبقى مقسمين الفيديو الحاجتين بيزيك وادفانسيد ماتيريال وادفانسيد مش اللي هو ادفانسيد قوي هشرح لك بالتفاصيل ايه هي الماتيريال واهم حاجة لازم تعرفها في الماتيريالز اخباركم يا شباب النهاردة هنشرح اهم حاجة في بلندر وهي الماتيريالز الماتيريالز هتلقيها هنا في الشيدر اديتر اهم حاجة هتلقيها في الماتيريال وهي البرينسيبال بي اس دي اف ودي بتتكمن سبع حاجات البيس كولر والميتاليك والرافنس والالفا والنورمل ترانزميشن والإميشن دول هنشرحهم كلهم بالتفاصيل في الفيديو اول حاجة هنمسح كل ده نعلم عليه انا سيبلكو هنا اي حاجة هدوس عليها تظهر لكم هنا هندوس على شفتي ايه وبعد كده هحط يوفي سفير اول حاجة معنا وهي البيس كولر ودي يعتبر هي اللون او الشكل بتاع سري دي موديل بتاعك يعني انا هنا مسلا كرة دي اهي البيس كولر عندي هنا ابيض ممكن نخليه احمر وممكن نخليه ازرق على حسب ما انا عايز تاني حاجة معنا وهي الميتاليك من اسمها بينا بتخلي بتاعنا معدن لو معناها ان السطح مش معدن وكل ما تزود عن السفر بيبدأ المعدن يعني التأسير بتاع المعدن يزهر زي كده اهو تحس انه بقى شكله حديد شوية تلت حاجة عندنا وهي الرفنس دي بتتحكم في الرفليكشن بتاع السطح لو كان قليل ده معناها ان الرفليكشن اكبر ولو كان عالي ده معناها انه بيعمل اقل زي الفرق ما بين الورق والبلاستيك الورق الرفنس بتاعته واحد والبلاستيك الرفنس بتاعه قليل حاجة زي كده ممكن انت بقى تعمل ميكس ما بين الرفنس والميتاليك ان هي تبقى حديد شوية على حسب ما انت تبقى عايز الشكل بتاع 3D model بتاعك عامل ازاي رابع حاجة عندنا وهي الالفا ودي بقى بتتحكم في شفافية السورفس لما يكون الفاليو واحد زي كده ده معناه انه هيكون مش شفاف خالص وكل لما ننزل عن الواحد بشوية كل لما يكون بقى شفاف اكتر خمس حاجة وهي النورمل ودي احنا بنستخدمها في ان احنا بنعمل من الماتيريال نفسها زي كده بدوس على شفت ايه ازود اي نود او احط اي نود بقى كيف السيرش بكتب بومب وبوصل النورمل في النورمل ممكن بقى حاجات تانية ان انا اوصل مسلا فيها في الهايت بيديني افكت زي كده لو عايزوا يبقى بزود مسلا حاجات زي كده مسلا دي كده النورمل بتزود تفاصيل من الاخر يعني انها بتغير في شكل سريدي موديل بتاعنا من الماتيريال من غير ما نضيف اي سابديفيجن او اي حاجة تانية سادس حاجة عندنا وهي الترانزيميشن ودي بتتحكم في شفافية السيرفاس بتساعدك توصل لتأثيرات الازاز كل لما نزود الفاليو مسلا السطح يبقى قريب لشكل الازاز ومع المتاليك مسلا ممكن نعمل ما بينهم على حسب انت بقى تبقى عايز الشكل بتاعك عامل ازاي اخر حاجة معنا وهي الاميشن الاميشن بيتحكم في ادوات السيرفاس بتاعتنا بيخليه منور وتقدر تختار اي لون انت عايزه والنور اللي بيبقى طالع بيخليه كأنه نور ذاتي طالع من الموديل نفسه يعني هنا مسلا هنزود هنخليها واحد مسلا انا عشان مختار الابيض نشوف بقى انت عايز يبقى شكله عامل ازاي يعني هو كده كده هيبقى شكله ازرق عادي بس كل لما تقلل وكل لما تزود على حسب انت عايزه عامل ازاي وعايزك تركز بقى معايا دلوقتي علشان احنا هننقل ما بين البيزيك والادفانسد دلوقتي احنا في معلومات كتيرة اوي احنا قولناها انا عارف بس التكنيك او الادفانسد الحاجات الادفانسد اللي هقوله لك دي مهمة جدا ان انت تعرفها فعايزك تركز كده وتصحصح معايا دلوقتي احنا اعتبر خلصنا البيزيكس اللي في الماتيريالز دلوقتي هننقل على حاجات ادفانسد شوية دلوقتي انت عايز تضيف لونين على المش بتاعك سريدي مودل بتاعك عايز تخلي فيه لونين مش لون واحد زي ده هنعمل عند البيز كالر كده كده زي ما اتفقنا البيز كالر هو ده كده كده اللون بتاعك او الشكل بتاع سريدي مودل بتاعك هندوس على شفت ايه وهنكتب color ramp وهنوصل الcolor في البيز كالر في اسود وفي ابيض انا مسلا عايز اللون الاسود ده يكون احمر وعايز الابيض ده مسلا يكون ازرق الازرق مع الاحمر هيدك اللون ده على حسب بقى انت عايزه يبقى عامل ازاي انت برحتك واهم ادون محتاجين نشغالها للماتيريالز هنروح عند edit preferences ادونز وهنكتب هنا نود رانجلر تمام نعمل save وعكيه هنروح دلوقتي مسلا عند وندوس وتي هنشيل دي كده وهنوصل بالفاك ده هنا لو انا عايز اعمل اي حد بتاع او كده هيبقى فاهم هدوس على شفت ايه بقى هوصلهم اوصلوا في النص كده تمام? زي ما انت شايف بص اسم الكرة لحاجتين اللونين بتوعي على حسب بقى انت عايزهم ازاي واهم حاجة ان احنا نوصل بالفيكتور مش هو يبقى عندك كده نوصل بالفيكتور ولو عايز بقى تعامل الروتيد باي شكل من الاشكال اللي انت عايزها براحتك حاجات زي كده كده مسلا وكده اللي انت عايزه تسعين دي علشان بدل ما كان مقسوم بالطول يبقى بالعرض كده بس انت براحتك بقى اتحكم فيها زي ما انت عايز لحد ما تحس ان الشكل يبقى مناسب بالنسبة لك انت ولو مش عايز الشكل اللي هو بتاع الخط ده يبقى كاينه باين قوي الخط ده كده هنروح ونخليها هتديك وراحتك انت بقى تشوف هتتعمل عليه ازاي على حسب الروتايشن برضو بتاعك الحاجات اللي انا هقول لك دي هي بس ممكن تكون بالنسبة لك لشان انت لسه داخل تتعلم لكن انا لسه في حاجات احسن من ديب كتير جدا هعلم هالك في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله اول حاجة مسلا دلوقتي هنمسح كل ده نخلي مسلا الشكل بتاعها اسود المتاليك هعليها الاخر وهاجي هنا هدوس شفت ايه وهحط color ramp هوصل ال color في ال roughness وبعد كده هجيب ال noise texture وهوصل الفاك في الفاك بس في افكت ده كده في حاجات بتظهر هنا انت ممكن تاخد بالك منها ادى شكل بسيط كده ال roughness هنا هنعليها قوي والdetails هنخليها مسلا خمستاشر والسكيل ده اللي هنلعب فيه بقى براحتنا وهنزود هنا الاسود هنزوده هتلاقيه بيدي لك الافكت كده بسيط شوية اهو زي كده دي لو انت عايز تعمل حاجات مسلا ازاز وعليشة بورة وحاجات زي كده اللي سكيل بقى تلعب فيه براحتك والdetails اللي انت عايزه وزي ما قلتلك اني النورمل بنقدر نزود من خلالها تفاصيل اكتر فانا هدوس على shift a بعد كده هحط بامب بعد كده هوصل البامب في النورمل وهوصل ال color ramp ال color بتاعه في ال height بص الافكت اللي الدهولي هنقلل ال strength شوية وهنيجي هنا هندوس shift a بعد كده color ramp هنوصل ال color في ال base color على حسب بقى ما انت عايز عايز تعمل كده المهم ان اللي انت توصل منه من الحتة دي ان البامب شرحت لك اهو ان ازاي البامب بتقدر تدينا تفاصيل زي كده وكل ما تقلل كل ما التفاصيل تقل كل ما تكرر التفاصيل بتكتر لحد ما تحس ان اللي عينك شايفاه هو اللي حلو وعجبك والرفنس هنا ممكن تقلله وممكن تزوده على حسب ما انت عايز وبس كده لو الفيديو ده عجبك ومحتاج اي فيديوهات تانية كتابلي في ال comments عايز تعرف او تتعلم ايه تاني في blender ولو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك وال subscribe واستنوا الفيديوهات اللي جاية